اهلا بكم مشاهدنا من جديد وقد اكد وكيل شؤون الصناعة ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دورا رئيسيا لبقاء سيدات الاعمال في صدارة المنافسة وليكون مبدعات في منتجاتهن وممارسة التسويق كما اكد العريض ان سيدات الاعمال يشكلن اليوم القوة الاساسية التي تعيد تشكيل المجتمع في البلدان النامية وكذلك بلدان العالم المتقدم مشاهدنا اظهر الدراسات الدولية بان المرأة تملك في القطاع الرسمي حوالي 37% من الشركات على الصعيد العالمي وبالنسبة لوضع سيدات الاعمال في البحرين تتوفر كافة اشكال الدعم والتسهيلات الكثيرة والمتنوعة كتمويل الميسر للمشاريع من خلال المصارف المحلية والمؤسسات الداعمة اضافة الى البنية التحتية القوية خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اضافة الى توافر جوانب التدريب والمساعدة التقنية لبناء البهرات المتنوعة وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرة تفاهم حول خطة عمل خارطة طريق لعمل جانبي مجلس الاعمال البحريني الروسي المشترك للعام القادم جاء ذلك على هامش اضافة بيت التجار وفدا روسيا كبيرا يمثل جميع قطاعات الاعمال والذي نظمه مجلس الاعمال البحريني الروسي المشترك وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب الغرفة خالد المؤيد رئيس الجانب البحريني بمجلس الاعمال المشترك ومن الجانب الروسي نابر رئيس الغرفة التجارة وصناعة الاتحاد الروسي فلاديمير ديميتروف كما وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مشتركة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز وتنمية علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين البحريني والروسي في شتى مجالات الاعمال مشاهدنا تأتي زيارة الوفد الروسي في سياق متابعة النتائج المهمة التي اسفرت عنها الزيارات الملكية الاخيرة الى روسيا المتحدية والتي تهدف الى اقامة مشاريع استثمارية مشتركة يستفيد منها قطع الاعمال البحريني وتساهم في زيارة حجم التبادل التجاري القائم بين البحرين وروسيا والذي وصل لغاية شهر سبتمبر الماضي نحو 9 ملايين دولار حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات والآن مشاهدنا نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة